السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزات الكلمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مالوستاد محمد البخاري كما شفنا في الفيديو السابق بخصوص إلغاء الموحد المحلي بالنسبة للسنتين الثالثة إعدادي وكذلك بالنسبة للسنة السادسة من السلك الابتدائي اليوم غادي نزيد نشرح لكم كيفاش القضية ديال الفرض المحروس الموحد على صعيد المؤسسة هدك اللي خلق مجموعة من الارتباك بالنسبة للتلاميذ والتلميذات والأولياء الأمور ديالهم إذن غادي نشرحه ببساطة إذن هاد الفرض الموحد على صعيد المؤسسة اللي كيكون في آخر ديال كل دورة هذا فرض عادي غادي يكون موحد بالنسبة لقاع الأقصام اللي كينيف داك المؤسسة نفهم؟ دبا مثلا نعطيكم مثال مؤسسة معينة مثلا شي تلميذ كي قراف التامن مجموعة من تلاميذ تسحابه كاملين غادي دوزو نفس الامتحان في الآخر ديال كل دورة دبا آخر كي قراف التامن غادي دوز الفرض دياله العادية اللي هي فرض ديال المراقبة المستمرة الصفية كتسمى كنديرو فرضين فرض الأول وفرض الثاني كما جحل هادي عادي والفرض المحروس الموحد على صعيد المؤسسة هادا كيكون في الآخر ديال كل دورة خطفي؟ هاد الفرض هادا كيكونو جميع التلاميذ غادي دوزو نفس الكوبي ديال الامتحان نفس الكوبي ديال الفرض دونك هادا محسون فيها اذا بالنسبة للمستويات غير الاشهادية دبا كنتكلمو عن المستويات الانتقالية اللي فيهم غير النجاح وصافي ماشي اللي فيهم الامتحان الجيوي للإقليم مازيان دبا هادا المستويات الغير اشهادية شنو كيديرو كيديرو المراقبة المستمرة الصفية العادية ثم من بعد كيكملو كل دورة بايش بدك الفرض المحروس الموحد على صعيد المؤسسة صافي؟ كل دورة كنختموها بدك الفرض وهذا الفرض كيخص فقط المواد الاساسية صافي؟ ماتلا في الابتدائي كيخص فقط الرياضيات الناشط العلمي اللغة الفرنسية واللغة العربية ما كيخصش الجماعيات والتربية الاسلامية والتربية الفنية الى غير ذلك اذا كيخص فقط المواد الاساسية انه كيركز على القراءة والكتابة وانك تتكلم بمواد اجنبية او لغات اجنبية مفهم؟ اذا لخصكم تعرفوا بانه هذا الفرض المحروس الموحد على صعيد المؤسسة غاديكون ختامي ديال كل دورة وبالنسبة للناس ديال التالتة اعدادي وديال السادس غاديدوزوا في الدورة الاولى هاد الفرض المحروس على صعيد المؤسسة ويني في الدورة التانية ما غاديدوزوش علاش؟ حيث عندهم اصلا امتحان بنسبة للسادس كيكون امتحان اقليمي وبالنسبة للتاس كيكون امتحان جهوي صافي؟ ما يمكنش نديرولهم فرض على صعيد المؤسسة وعاد عاو تانين نديرولهم امتحان اقليمي ولا امتحان جهوي صافي ذاك شي علاش هما معفيين من الدورة الثانية من ذاك الفرض المحروس الموحد على صعيد المؤسسة اذا هاتشي اللي كان عندي في هذا الفيديو وكنتمنى انكم تزيدوا الدعم وقناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوص لكم جميع الفيديوهات اللي كان قدمت كانتمنى انكم تزيدوا دعموني وشكرا لكم كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته